يا الله أنتب ركز معي جيدا كيف سنفعل هذا العبات قلت لك إليك أكشف جزء أكشف جزء ملتيبل الاولاد كيف هو أن تظهر أنها ملتيبل في الرقم هناك أيضا أكشف جزء أو بدون تكتبع على شكل 8 أي شيء يقل لك إلى أن تظهر لذلك يبدو أن تظهر بما أحد إليك أكشف جزء يجب أن تكشب على شكل سبعة مثل السبعة يجب أن تكشب على شكل سبعة في أي شيء سهل القادية هنا أعطينا ثمانية سنقوم بثمانية سنستغل هذه المعلومات إذا كان سيكشب على شكل 2K إذا كان سيكشب على شكل 2K سنقوم بإمكاني سنقوم بإمكاني سنقوم بإمكاني 2K 1K 1K سنقوم بإمكاني 2K 4K 2K 2K 4K 1 سنقوم بإمكاني 1 1K سنقوم بإمكاني 1K سنقوم بإمكاني 4K 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 سنقوم بإمكاني 1K سنقوم بإمكاني 2K 1K 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 2K 1K 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 لا تفعل الكاميرين لديك اكثر كامل اكثر هل تتعلم الموضوع ما أخبرتكم هذا السنع؟ ما أخبرتكم هذا السنع؟ ما أخبرتكم هذا السنع؟ فلا لدى الفانونات لا تتعلم اي شيء مثل فى واحد يعني ذلك يسمى النعضة النعضة مثلا ثلاثة ثربعة هذه أعداد متتالية نعضها ثلاثة واربعة مثلا خمسة سبعة ثمانية من الذي يكون لديه ضرب دعوة نوع من الان يعني أنهم بار بار يعني أنهم زوجي إذاً هذه العيبة كاملة يعني أنها بار و ما يعني لي بار ما يعني لي بار هو دوكا إذاً أنا سأحيّد هذه الكتابة كاملة و سأعودها ب دوكا لماذا؟ لماذا سأعود هذه الكتابة كاملة ب دوكا؟ لماذا؟ لأن هذا الكتابة لم أعرف أن هذا الكتابة لأنه يكون لديه دوكا كاملة 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 يعني أنهم الكتابة تبع معي أربعة في الجوش حال هي ثمانية في كا إذاً A أو كاري موانزان تكتب على شكل ويت في كا إذاً مالا 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 إذاً ملتيبل ثمانية